اهلا وسهلا اختي فيديو بادي بالجيكس يا لله ايه واي اختي الحداغة كديري لبساعدكم وما زلنا في تحضيرات العيد وحلوته افتمرته وكيف العادة نبدأ الفيديو بصلاة على النبينا الله مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اختيكم كيف تشوفوا كتحك هكا جيكس كوكوت بريردات ذاك شي اللي عندي فيها كخصويته كيف تشوفوا معايا الصابو البلدي والجيكس بطبيعة الحال ايه لازلت بعد المرات نزيد شوية بيكاربونات اغلبية كنرغي الجيكس والصابو البلدي ونرقدهم من قبل صافي غزالة ديالي هنا بعد ما ضربت فرقة الجيكس مزيان ومصحته نعجن شوية الملاوي لعيد البنات ما بغيتش نخلي كل شي تنهار باش ما نتدركش هنا كيف تشوفوا البنات اخذت ثلاثة ثلاثة ونصف ثلاثة ونصف صافي غزالة ديالي قبيصة الملحة ونعجن العجينة ديالي عادي بالنسبة للعجينة ديالي قبيصة الملحة حتى ترطب معكم كيف ستشوفوا معي ونعجنوا مرخوفة من الأول لكي لا تقطع لكم صافي غزالة ديالي سنعجنها كالعجينة ديالي نجمعها ان شاء الله ونضز ندركها بطبيعة الحالة سوف اخذت ثلاثة ونعجن اخذت ثلاثة نتعجن اخذت ثلاثة ونعجن العجينة ديالي ومهم كيف كنت لكم نطلعها قصحة ونقوم نخدمها بهذه الطريقة حتى ترخفلينا ان شاء الله ففيه من بعد ندركها في بلاستيك من ضمن البنات السرر النجاح المسمن هو قدمار تحت العجينة ديالي قدمك يجي الملوية ديالنا محلول ونشبعيش منه سوف يغزالة ديالي كيف تشوفوا ونعجنها مزيان مزيان عادي ان شاء الله رحمن رحيم ونأخذ واحد بلاستيك ونضهنها بالزيت ونضهن اللجينة ديالي بالزيت ونخليها في بلاستيك حتى ترتاح لي مزيان الغزالات ديالي وانا اردرتها ماشي ثلاثة وندوز كيف تشوفوا معايا نصوب هنا الدنجال ديالي ونصوب في فلح الوز وخسلت الماء عنه وصوبت كل شي عاد دست الملوي وصراحة جاكي حمق ومشينا دونجال صغير حتى لا يمكنك أن ننزل الرأس وانا اردت بلاستيك وانا اردت بلاستيك وانا اردت بلاستيك وانا اردت الفلفل حارة وانا اردت بلاستيك صافي غزالة نضع الفلفلة نقلت نجال ونحاول نقل نجال هنا هنالحظة غزالة نضع فلفلة ونقلتها في بلاستيك ويمكنها لا نقل بلاستيك وانا في الماء لا مشكل كيف نقول البنات حلوتها في مارسة هذه العيدة البنات الغزال كي حمقني انا ففي غزالات انتم كيف تشوفون نقنا في فلاك نقنا باحتى الدنجال سوف نخلي لي هذا الرويس الفوقاني باش كي يجي عكمتي ولم حي يضق في الحطة كي يجي رائع البنات كي يزعلوك زمين هو بحل زعلوك ولكن هو مخلل خاصة غبت حمارة ومعطي شودك شي ولكننا راكي ارافيت مشاركة معكم البنات لانه ما بقى لي اذا كتكال ما شاء الله سوف نديرو بطريقة مغايرة شوية خديت البنات سوبيرات دارت فيهم الفلفلة دارت فيهم البزار الملحة كيف كتشوفهم معي دارت فيهم ديجا وغادي ندير واحد الكمية دي الاعشاب منسيمة لما عندوش هاد الاعشاب منسيمة يدرغي الزعتر زعتر كافياد اعشاب منسيمة فيهم الزعتر زعترال الريحان ومغادي دارت كمية ديالتوما بودر وعد ما زال البنات غادي نديرتوما العادية دارت الكامون ومعلقة كبيرة ومعلقة كبيرة الكامون هنا وخل والزيت رمشاركة معكم بنات ترجعوا الفيديوهات قبل انتم ماتتومة الاعشاب منسيمة البزار الملحة لخل البنات وحد ثلاثة المعلقة الخل ومعلقة كبيرة كبيرة ديال الكامون وزيت من الاحسان يكون زيت العود وغادي نحتاج دباعك حسين ان شاء الله رحمه رحيم فاش يوصل لبنات العيد وغادي نوريكم كيفاش غادي نحطهم رأسوا بتلفلف اللي حلوة وموريتها شليكم البنات اختكم تجارة تم البنات خديت الفينو هنا خديت البنات الزبدة والزيت اللي درت معاهم خمارة وحدة ديال الحلوة وهنا عندي دوك المصيم من الديالي رأي قررصتهم البنات مويمة انا غادي نوريكم وبعد المقططفات رأي تشيكام مشاركة معاكم غير رأي فاذكروا البنات اللي جداد معاناها غزالة ديالي كنا خددهم الكويرات كيكونو طالق ليراسهم هنا غادي نوريكم مليويات غاية صغار غزالة ديالي كيف كتشوفو كنسترحهم بها الطريقة وكن نرش الفينو بطبيعة الحالة البنات وكن بداء كنسرح وننرش الفينو نسترح وننرش الفينو البنات وكنجمعات تكون مرخو فقط ما كتجيني الملوية ديالي زوينة البنات وكتجي محلولة سأقوم بإغزاله بطريقة سهلة ومبسطة وهذه الطريقة الجدودنا والطريقة الأولى للبنات الزبدة والزيت يجب من البنين ووهش في نفس الوقت فشيناك الزنقرة لاحظة لك ويجب أن نجمع مرخوف ونجمعها في الجناب طريقة سهلة وبسيطة ويقدر اي وحد يصديدها ويجب أن تكوني اول مرة تصوبي الملوي المهم اهل نصيحة لنصحك لا تشيري الزنقة انا رمشي نقول لكم انا انا مالاك لا كان لديك الزنقرة انا ابنتك اشري الزنقة ولكن البنات ترى من الأحسن من الأحسن ديروها كفتها خليت قطع معكم البنات هنا العجينارا مش مشكل أنا كنبغي نرقاقها تكيبالي سطح العمال مزيانة البنات أنتو مصافي كمقنا نشمع بهالطريقة البنات صراحة كيجي ملوي رائع و كيجي زمام حلول كيجي زوين كيجي زوين صراحة غيجربو صراحة غيجربو صفي غدي ندوز داب البنات نخلي رتح شوين مدن طيب من اللولة كيج كتشوفو كيجي زوين صراحة و في نفس الوقت اقتصاديين و طريقة يعني مغايرة شو شوية و ناجحة مئة في المئة أول حاجة خديت البنات هنا واحد كاس كبير ديال الحليب اللي يسخنته ما شفيته غير دفيته البنات عندي البنات قبصة الملحة تصحيح الضوغ عندي البنات سكر سانية عندي جوش ديال البيضات عندي الخميرة ديال الخبز و غادي نحتاج حتى خميرة وحدة ديال الحلوة و الزيت بطبيعة الحال عندي البنات واحد الكاس لارب ديال الزيت و فاني هادو و اكيدوا تطقيق هادو من المكونات لكنا نحتاجه في العاجين البنات ابدو على بركات الله هادو ناخده غزالة ديالي واحد البانيو هاكا اللي غادي ندير فيه واحد معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز عالي شدر تغير معلقة صغيرة حيش غادي ندير حتى الخميرة ديال الحلوة يعني من كترش و دابا ما شاء الله صحضرها هاتش يالبنات دقيق يخمر و غادي ندير هنا كيف كتشوفو سكر حبيبات او سكر سانية عندي واحد ثلاثة المعالق اكبر trouxe ندير الفنان لوحط البنات هنا تأجد الملحة ارتجowany من الرحلة غادي نضيف حليب الدافية ديالي هانتم هدم ايما مدار التواصل الملحة حيض الملحة مل должны تتونسي وOK او دور ديالي كيف يالسته entreprises أطفقص او دهام مأتدر حليبي دافية نضيف كاس ديال الماء دافي ضروري البنت يكون دافي باش تفاعل لنا هاد الخالد سوف نسد على الخالد ونجعله يتفاعل ويختمر مزيان 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 هاد غادي ندوس ان شاء الله الرحمن الرحيم نعجنه ومغزالة ديالي هالطريقة لتبعتوها تصدقوني كتجي رائعة وكتجي فيها واحد الاشاشة وكتجي قطنية البنت كتجي كتحمق هانتو مغزالة ديالي دابا غادي نضيف كاس ديال الماء دافي كاس ديال العنباء ولكن الماء دافي البنت سوف نسد بالبنت بالبابي ثلوفان ونجعلها 15 دقيقات إلى 20 دقيقة ونرجع لها ان شاء الله الرحمن الرحيم بما ستخصون المعنات وكتجي وش حل من حاجة هكا بديكم ونرجع ونوريكم القوام اللي غادي نبغيها تكون فيه في غزالة ديالي شوفوا كيف شولت عندي بحل عموس هذا هو القوام اللي بغيتها تكون فيه دابا غزالة ديالي سوف نأخذ خمارة حلوة اي بيكين فوضر البنت من فئة 8 جرام سوف نأخذ الفاني او لا تريدوا قشور الحماد او قشور الليمون بالنسبة لتنسيم كيف يبقى لكم الاختيار ليس ضروري ان تحمق على وجود الفاني البنت سيختم على خين باتي سيخ كمشي كيتواتى بزف 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 صافي غزالة ديالي سوف نضيف بيض بيضة صغيرة بيضة كبيرة بيضة قبصة الملحة سوف تخمر بيضة 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 في غزالة ديالي نضيف كسل لارب الزيت نضيف البيض بيضة 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 من الملحة بيضة 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 سوف نحصل على القاوم ونرجع معكم هذا هو القاوم في البريوش سوف نكتشوه ونخلطي كما لا يسوق في المول ونغطيه ونجده يختمره للمرة ثانية لان يجب علي البريوش قطني ويجب علي البريوش رائع اصدقوني اذا تبيعتموا التطريق كيف نقولكم ليست شبعون من البريوش وصفية غزالة كيف سوف تشاهدون معي انتما انا قدرتها نزويتها بطبيعة الحال ونخلط باش ما يلسقش ليه في العمول دابا غادي ندير بابي ثلوفان وغا نخلي كيف قدت لكم يختمر للمرة الثانية انتما غزلت انا قدرت الزيت يجيب حل عجينة او اكتر منها يعني طراوة اكتر منها مرخوف هاكا خسوجينا البنات كي تلسق باش ينجح معكم البريوش سينارة سيكون متقص من الداخل وفي ذاك الباب وما فيه ما يتلبق اصافة البنات نفهمين ايه اخذاء البنات اخذاء الليين خليوا يختمروا ونضعوا الكريم باتيسيغ برشبحرات بردلينا في تلك البنات هنا نستطروا الحليب اضعوا الكريم باتيسيغ البنات لفاني اضعوا 1-3 المعالق اضعوا سكر سانيدة اخلط جميع العناصر هما باردين اضعوا بطمهيلة مع التحريك المستمر حتى تعقاد لنا لا نرصوش من التحرك البنات بالنسبة للثقار فكله حلاوة انا هنا اضعت كيف تشوفوا معايا اربعات ديال المعالقات جاتنين حلاوة ايه هاديك فا في غزالة ديالي غادي نحرك كل شيء في البارد حتى يتجنسوا لي كيف كتلكم العناصر ونضعوا بطمهيلة مع التحريك المستمر حتى تبلي ان الكريمة ديالي ونرجع معاكم ان شاء الله رحمه الرحيم باش نشوفوا كيفاش غادي نديرولها بحول الله ففي غزالات هنا بعد ما اخرجت الكريمة من العطفيت على زعمه في البوطة محدة سخونة كنقسم على زليفة زليفة كنخلي عادية وزليفة كنزيت في الشوكولاتة باش كتجيني واحدة بالشوكولات هانتو ماغزالة ديالي كيف كتشوفوا زليفة وحدة زيت فيها الشوكولات ولكن جدتني صغيرة غادي نحاول نقلبها كزليفة باش نقدر نحرك هذا الشوكولاتة ويدو بليها مزيان وسط من ذاك الكريمة غدالي مهم الشوكولاتة حيش الكريمة سخونة غيالة غدالي باش نزيد باش نزيد ماذا الشوكولاتة حيش تبا جيني ماغون يجي في طعم الشوكولاتة باين وماضح وصافي غزالة ديالي غادي نستعمر باش طريقة كيف كتشوفوا وغادي نخلي الكريمة ديالي حتي بردولية باش ميخصروا لالعجينة بطبيعة الحال وعد ندوز البنات فضل أثناء العجينة ديالي كاتخ تامر يعني كنديرو شي يدف يدخو باش نربحوا الوقت البنات صافي غزالة ديالي هانتوما كيف كتشوفوا معاي ما حدي كنزلت فاش شوكولاتة هو اللون ديالك يغماق وحتى المضاق كي يبن اكتر هانتوما غزالة ديالي وضحت لكم الامور وما سرعتش لا فيديو باش يكون كل شي واضح معاكم وكل شي ان شاء الله يفرح بوليداته وفاد العيد من والي وجود ليهم بطبيب لا تكون شاهية البنات صافي غزالة ديالي انا هادلي بغيروش انا الصراحة صافتهم غير صاحبتي هاد عند ماماها ايوه فاد العيد وقومت لها كده لاخلي اهدوما شهي ديالي الصراحة صافتهم لها اياه انا عاد غزالة نصاب معاكم وحدا ان شاء الله تكون كبيرة تصنو الى فيديو جاي ان شاء الله رحمه 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 انا قلت انا صوبوا له ونتنا نورركم انتم قبل العيد حيش ديالي غزالة نوجدها قرر انا نحط لكم فيديو تنهار العيد حيش حيش لا يقدم الوقت سوف نحط لكم فيديو سوف نشكلها بطبيعة الحال نضيفها كريم باتيسير نضيفها نضيفها ونضيفها كريم باتيسير عدت كريم باتيسير ونضيفها ونضيفها اخزالة غيوش كريم باتيسير شوكولات اتمنى لها اعجاب لا تنسوا ما اخطأ جانبكم او اشبابكم ونبراك وعشركم اشتركوا فيديو جديد اشتركوا فيديو جديد معكم الجدل انتظروا فيديو جديد شاهدوا الى شاشة اللي يأتي فيها باي باي عليكم باي